اشتركوا في القناة جلالة الملك المفدى للسلطة التشريعية بضرورة التكاتف والتعاون هي موضع تقدير واعتزاز مؤكدا إلى ضرورة ترجمة التوجيهات الصادقة لجلالته الداعي إلى تكاتف الجميع لحماية المكتسبات والإنجازات الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية للأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تجتاح العديد من دول العالم وآرب معاليه عن اعتزازه وتقديره الكبيرين لإشادة جلالة الملك المفدى بعطاء وإسهامات أبناء البحرين الكرام الذين يبدلون الجهد والعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه والذي يرسخ المواطنة الحق والتضحيات والإسهامات لتستمر نهضة المملكة الشاملة بخوطا ثابتا بما يمكنها من تخطي الصعب وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتكاتف بين جميع مكونات الوطن حتى نمضي إلى الأمام لافتا معاليه إلى أن مجلس الشورى يعتزم واصلة العمل من أجل الحفاظ على ما حققته البحرين من مكتسبات والبناء عليها بما يحقق أهداف مشروع التطوير والإصلاح والتنمية المستدامة في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر